اصدرت المحكمة العسكرية الكبرى بقوة دفاع البحرين حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اختيال معالي القائد العام وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى عقدت المحكمة العسكرية الكبرى جلستها بتاريخ اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر عام الفين وسبعة عشر حيث أصدرت حكمها في قضية تشكيل خلية إرهابية والشروع في اختيال معالي القائد العام لقوة الدفاع وارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية الأخرى والمتهم فيها عدد ثمانية عشر شخصا منهم عدد عشرة أشخاص حاضرين وعدد ثمانية أشخاص هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها في كل من إيران والعراق حيث قضت المحكمة بإدانة عدد ستة أشخاص من المتهمين عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم بإجماع الآراء بالإعدام والسجن خمس عشرة سنة وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم وهم الجند مبارك عادل مبارك مهنة فاضل السيد عباس حسن رضي السيد علاو حسين علاو حسين محمد عبد الحسن أحمد المتغوي مرتضى مجيد رمضان علاو السندي حبيب عبد الله حسن علي الجمري كما قضت المحكمة بإدانة المذكورين تاليا وعددهم سبعة أشخاص عن التهم المسندة إليهم والحكم عليهم جميعا بالسجن لمدة سبع سنوات مع إسقاط جنسيتهم البحرينية وهم محمد عبد الحسن صالح الشهابي محمد عبد الواحد محمد النجار حسين محمد أحمد شهاب محمد يوسف مرهون العجمي الملقب بدعبس حسين علي محسن بداو السيد محمد قاسم محمد علي جعفر حسن الريس فيما قضت المحكمة ببراءة المذكورين تاليا مما أسند إليهم في لائحة الاتهام وهم علي أحمد خليفة سلمان الملقب بالكربابادي حسين عصام حسين الدرازي منتظر فوزي عبد الكريم مهدي رامي أحمد علي الأريش محمد عبد الله إبراهيم عباس يذكر أن كافة الضمانات القضائية مكفولة أمام القضاء العسكري وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وقانون القضاء العسكري لسنة 2002 ومنها كفالة حق الدفاع والاستعانة بالمحامين وحيث أن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية وفقا لما نص عليه القانون حضر جلسة المحكمة ممثلون عن مؤسسات وجمعيات حقوق الإنسان وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام وعدد من ذو المتهمين ترجمة نانسي قنقر